بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مع شبهة تانية عمال يسقى الذباب الإلكتروني بتاع بن سلمان وبتاع بن زايد على أردغان أن أردغان رجل علماني ويدعم العلمانية وأن أردغان مش عارف إيه طبعا الاعتراض من هذه الجهة حقيقة يعني شيء مضحك وشيء يعني محزن في نفس الوقت أنت أصلا يعني كأنهما دولة إسلامية تحكم بشرع الله وبينتقد أردغان أنهما دولة علمانية دي أول حاجة الحاجة التانية المغلطة التانية اللي بيغلطوا الناس فيها أنهما مش بيقولوا مثلا أن أردغان جاء لا الوضع كده لا بيقولك أردغان علماني وبينشر العلمانية وبيعمل على علمانة الدولة فالمفهوم منهم إيه أنهما ما بيعملوش الحاجات دي أردغان بيعملها والمفهوم التاني إيه أن الدولة قبل أردغان كانت إسلامية وهو جاء يعملها علمانية ويعال من الدولة طبعا غش وخداع ومكر حقيقة فلما أنت تيجي تنظر إلى الموضوع أقولك أنا بقى قصة العلمانية جاية إزاي من البداية قبل ما أقولك القصة أقولك لا سمحت أعمل الإعجاب بالفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا جرس الإشعارات ليصلكم إشعار بكل جديد وجزاكم الله خير قصة العلمانية دي يا سيدي بدأت مع الثورة الفرنسية 1700 يعني قبل الحملة الفرنسية على مصر حوالي 10 سنين مثلا كده يعني سنة 1798 1790 حاجة زي كده الثورة دي يا سيدي قامت لأنه كان النظام الحاكم في الوقت هذا ثلاث قوة قوة تمثل الشعب وقوة تمثل النبلاء اللي هو الملك وأريبه والأمور دي وقوة تمثل الكنيسة اللي هم رجال الدين والأمور دي وكان نظام الحكم بيتم إزاي بيتم إن بصوتين يغلبوا صوت وطبعا دايما الضحية الشعب لأن النبلاء عددهم محدود والكنيسة عددهم محدود فدايما بيتفوق على الشعب والشعب هو الضحية جاءت الأيد الخفية واللي هي بدأت تنشئ حكومة العالم الخفية من تحت مش عجبها الكلام دوت لأن لهم من النبلاء ولهم من الكنيسة هم جزء من الشعب فقال لك يبقى أحسن حاجة الشعب يحكم نفسه وبناء عليه لما الشعب يحكم نفسه وهيحتاج قائد والقائد دوت هيحتاج إدارة والإدارة دي هي اللي هتدور البلد كلها فجات لهم الفكرة في الخضاء على الكنيسة وعلى الملك في نفس الوقت وأشعلوا للثورة الفرنسية اللي هي أشعلت على أسباب كاذبة يعني كانت صحة فرنسا في مأزق مالي في هذا الوقت لكنهم مع المأزق المالي هذا زعموا أن الملكة اللي هي مرات لويس السادس عشر كان اسمها ماري انطونيتا على ما أذكر زعموا أن هي بتعمل أغلى فستان في العالم وبيتطرز ومش عارف بجواهر إيه والأمور دي وهي بريئة من هذا الأمر بصرف النظر بقى عن يا مسلم ولا كفرة لكن ما كانتش عاملة الموضوع دوت المهم قامت الثورة على أسباب كاذبة استعداء الناس على الملكية واستعداء الناس مش معنى كده أن النبلاء كانوا كويسين ماهو النبلاء كانوا نيلين برضو فالمهم استعدوهم على هؤلاء وعلى هؤلاء واستعدوهم على رجال الكنيسة وبعدين قامت الثورة الفرنسية وبعدين يد الخفية من الخلف أطاحت بقادة الثورة الفرنسية واحد دل والآخر وبعدين أنشأوا النظام العلماني اللي هو أن الشعب يحكم نفسه بنفسه ده قصة بداية العلمانية بدأت بشراسة وبدأت أن هي تقتل في أي طيار ديني بصرف النظر هو بقى نصراني هو يهودي هو إسلام المهم يعني يكتسوا الأديان من جزرها وبدأوا من ناحية أنهم يضربون النبلاء والملوك والأمور دي بنفس الطريقة وبنفس القصوة ومن هنا نشأت فكرة العلمانية بعد كده العلمانية تطورت شوية وبدأت تنظر لما تمكنت بقى واستقرت بدأت تنظر إلى الطرف الآخر يعني بأن هي تسمح له بالبقاء في المجتمع لكن بشكل كامل وخامل وما يتخطاش حدوده بس فالعلمانية مرت بمرحلتين مرحلة الشراسة ضد الأديان والمرحلة الثانية اللي هي مرحلة قبول الآخر لكن قبوله في وضع مذلة يعني ما يبقاش ليه أي قيمة ولا أي حاجة ولا الأمور دي ولا يفتح بقى جاء أردوغان بقى في الحقيقة هذه العلمانية اللي خدها كمال أتا تركي من الغرب وهو اللي بدأت العلمانية في تركيا وبتعليمات أمريكية وبتعليمات غربية وبتعليمات إنجليزية وبتعليمات فرنسية بعدما الدولة العسلمانية اتهزمت وتفككت كانت فوضى عارمة وكنا مرتع حقيقة يعني هلكون هلك المهم كمال أتا تركي فرض هذا النظام العلماني لدرجة أن ما كانش فيه حد مثلا ممكن يقرأ القرآن في الشارع أو في المساجد فيها رقابة أغلق أكثر المساجد يعني كانت علمانية شرسة للغاية بشكل لا يخطر لك على بال فضل هذا الوضع طبعا قتل بقى وقتل الحفظة وقتل مش عارف إيه استقصال استقصال بمعنى كلمة إيه استقصال فده هو اللي أسس العلمانية في تركيا مش أردغان فطبعا لما تيجي بقى بعد كده بعديها ممكن بسنين أعتقد ممكن بعدها يمكن عشرين سنة ولا خمس عشر سنة ولا كده جاء عدنان مندريز وعدنان مندريز كان توجهه أشبه بالتوجه الليبرالي المحافظ يعني متدين على ديمقراطية على توجه الليبرالي على حاجات زي كده لا أدري هل كان هو يعتقد هذه الخلطبيطة أم كان هو بيراوغ في الغرب عشان خاطر أنه عايز يصل إلى الحكم ويصلح المجتمع الله أعلم بنواياه بس إحنا ما شفناش من هذا الرجل إلا الخير الغرب نفسه كان عايز واحد زي عدن مندريز يعمل انتخابات حرة فعلا في تركيا وعدن مندريز على فكرة فاس فيها الغرب كان عايز يشوف أنه هو بعد السنين الطويلة دي هل الناس نسيت الدين بقى وخلاص والموضوع انتهى والجيل اتغير يعني مفهوم المجتمع اتغير وهو السر كله في مفهوم المجتمع فاتفاجأوا أنه الناس ما زالت تحب الدين وانتخبوا عدن مندريز اللي هو كان خطابه مش كله ديني لكن كان فيه شيء لا بأس به من التدين بعد كده طبعا عارفين العسكر عمل انقلابه على عدن مندريز وقتلوه اعدموه والدائرة دارت والمفرمة فرامتنا للمرة العشرين الف في مثلا تلتميت ربعمية سنة فطبعا دي القصة اردغان يمكن كان لسة متولادش ساعدتها في الكلام دوت فكيف هو اردغان جابه علمن الدولة ازاي اردغان جاي غير بقى مفهوم العلمانية كمان ازاي يعني العلمانية مرت بتلات مراحل الاخرها اللي هو اردغان عملها المرحلة الاولى اللي هي الاستقصال وعدم قبول اي دين او اي طيار ديني وبعد كده لا قبولهم لكن قبول الطيارات الدينية في وضع مزلة وما يتدخلوش السياسة والامور ديت والحظر الكبير ده عليهم وكده جاء اردغان بقى غير مفهوم العلمانية فجعلها ايه انها الدولة التي تحترم الاديان فهمت شو بقى دينية قلبتنا ازاي يعني تغير المفهوم بشكل كامل وبعدين اردغان عامل مشروع لتحفيز مليون حافظ للقرآن واعتقد سمعت اقول انه ترفع الى خمسة مليون حافظ للقرآن مفيش ولا واحد في العرب عملها ام واحد مرة زكرت الكلام ده فواحد قال لي لا القذافي كان عامل مشروع خمسة مليون حافظ قرآن اقول لك هاتلي بس منهم ميت واحد مش خمسة مليون القذافي حافظهم القذافي كان بيخادع لانه هو متعلم المكر من الغرب يقول لك انا عامل مشروع مش عارف خمسة مليون حافظ قرآن وكذا ومش عارفه وفي الاخر ما فيش تمويل ولا فيش مدارس ولا فيش كذا الا مثلا 200-300 واحد والتمويل يتقطع بعد دي افشارين بعد التصوير والحاجات دي التمويل يتقطع ويرجع ابوك عند خوك وما فيش حاجة زي كده وما فيش الموضوع دوت وما فيش اي حاجة انما اردوغان بيرعى المشروع من الالف الى الياء طيب ايه هو اردوغان يعني ايه اللي خلاه عمل كده هل انت متوقع ان اردوغان جاه لأ الحكم اسلامي قالك لا احنا عزيزي العلماني ده حاجة تخش العقل دي هو في حكم اسلامي اصلا في الدول العربية من ساعة انهيار الخلافة العثمانية ولا في الدول الاسلامية اصلا ما فيش طبعا فطبعا هذا الموضوع فعلا تجدوا دوا يعني كذب وكذب مفضوح وكذب واضح امريكا واردوغان كانوا في صراع مع بعضهم البعض او انا قلعتي ان امريكا والحزب كله بما فيهم اربكان يعني زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات ان اكثر الناس يعتقدوا ان حصل خلاف بين اربكان وبن اردوغان انا حقيقة اعتقد انه من باب المؤامرة واعتقد ان الذي حدث بين اردوغان واربكان بالاتفاق مع بعضهم البعض واعتقد ان اربكان نقل كل خبرته الى اردوغان لانهم جم بعد كده ولقيوا في التاريخ عدنان مندريز عدموه وبعدين جم لقيوا اربكان بعد المجهود الجبار اللي عملوه طردوه كذلك وانقلبوا عليه صح ما قعدموش ولا كده لكن يعني يعني معناها ان هم بقولوا الشعب ده ولا دي اي قيمة ولا الاسوات دي لها اي قيمة ولا الناس دي لها اي قيمة فطبعا اما يقفوا مع بعضيهم فادركوا ان ان المسألة ان الناس دي مش صدقة في الدعوة للديمقراطية بتاعتهم فبما انهم مش صدقين سحبوا منهم الثقة قال لك بقى يبقى مكر بمكر فانا اعتقد ان اربكان هو نقل خبرته الاردوغان كان لسه صغير في السن وكانت خبرته لا تسمح والامور دي فطبعا هو استقى خبرة اربكان وبدأ يبني عليها لذلك احنا شفنا يعني اردوغان ما شاء الله لا قوة الا بالله لا اكبر بهذه الخبرة السياسية الكبيرة لانه كمان الاحداث اللي هو شفها والانقلاب العسكري الفاشل اللي حصل عليه وطبعا بقى عنده شغل بقى يسمع كلام المخابرات ويسمع تقرير المخابرات ويسمع من الوزراء ويسمع من هنا وطبعا فيه تجسس على المجتمع المدني وعرف الطبور الخامس عرف كل البلاء طبعا بقى ما شاء الله يعني هامة ولذلك انا اتوقع ان اردوغان كذلك بيعد قائد يأتي من بعده بل بيعد قادة مش قائد واحد اردوغان عشان كده خفض سن الترشيح لمجلس الشاع ومكن الشباب لانه هو عايز يتخلص من الجيل اللي فوق لانه عارف ان الجيل اللي فوق اكثرهم مسون واكثرهم يعني يعني خونا مش من حزبه طبعا من الفرقة التانية فهو عايز يركز ايه على الشباب لان اللي فوق ده هو لا يرى فيه اي امل فحب ان هو يمكن لجيل الشباب ويعلمه انا واسق ان هو طبعا هيطلع ان شاء الله جيل اكثر من رائع انا طبعا بتكلم ان ونته الوقتي اقول لك بردوغان لم يتمكن بشكل فعلي من تركيا الا بعد فشل الانقلاب العسكري وبشكل فعلي خد بالك مش معنى كده انه بشكل كامل ده هو العساكر اللي هما دايما مهددين بالانقلاب وهنيجي نموتكم وهنتباحكم ونعلقكم مع المشانق العصايا دي كسرت الباب ده تم اغلاقه لكن فيه ابواب تانية المسؤول يحربوك بيها يحربوك بيه انه هو منظمات المجتمع المدين مثلا الاعلام مثلا الاعلام يعمل عليك كذب ويعمل على الحكومة كذب وشوات حرب اقتصادية من ناحية ويهيجوا الشعب عليك وتصالف الانتخابات ودي حصلت زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات في 2015 صح اردغان ما صقيتش في الانتخابات بس ما اجابش النسبة اللي تمكنوا ان هو شكل الحكومة بقريحية وقلت لكم استعان بيه استاذ بهجلي اللي هو التحلف معه ومكنوا بهذا التحلف من تشكيل الحكومة فطبعا هما في ضغوط تانية يعني في ضغوط اقتصادية في الاتفاقات وفي ضغوط عسكرية كمان وما تنسوش ان اردغان بيوازن ما بين الشرق والغرب يعني لو استغنى تماما عن الغرب هيبقى في مطمع روسيا وهيبقى في مطمع الصين كذلك ولو استغنى تماما عن الصين وروسيا هي ممكن يخش حزيرة الطاعة ويقع في فخ الابتزاز تاني مع الغرب فطبعا هو بيودين المسألة بفضل الله سبحانه وتعالى بخبرة كبيرة وبحنكة عالية ووضح انه عنده موظفين مستشرين يعني بيرشدوه بشكل جيد فطبعا هذه الامور انا استبعدها يعني استبعد ان هما يتمكنوا من اردغان مرة تانية الشاهد هنا اللي انا عايز ابينه انه انك انت تتحول الناس من مفهوم الى مفهوم هذا الامر بيستغرق وقت طويل بيستغرق وقت طويل جدا النبي صلى الله عليه وسلم اعد 13 سنة في مكة عشان يقول لا اله الا الله محمد رسول الله اللي اتبعوه مين يعني ما يكمنوش 101 في رواية 70 ونيف او حاجة زي كده خدت لك زي لكن لما راح المدينة النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الناس في دين الله افواج ليه لان في ناس كتير اهليها عايزة تخش الدين بس خايفة من انتقام الكفرة عايزة تخش الدين ودي على فكرة المسألة ظهرة في مصر انا اقول لك يعني انا قناعتي في مصر اللي هم المسيحيين مثلا في مصر انا اقول لك على الاقل خالص يعني مش اقل من 30-40% منهم يتمنوا انهم يدخل الاسلام لكن خوفا من الكنيسة وخوفا من ادارة الكنيسة وخوفا على الوظائف وخوفا على تعطيل التجارة وخوفا انهم يروحوا ودي النطرون زي وفاق قسطنطين وزي كاميليا شحاتة وخوفا من حاجات كتير زي كده بيقولك لا خليني قاعد ايه ساكن وفي فرقة كبيرة منهم خلاص ما عادتش تقتنع بأديان لا بإسلام ولا بنصارى ولا هو الموضوع ده في دماغه والفرقة دية انا اعتقد ان هي لسه اكبر من الفرقة اللي هم عايزين يكون مسلمين اعتقد دي ممكن نصهم فطبعا اردوغان ما يقدرش ييجي في وسط المجتمع اللي هو يعني يعني العلمانية تمدح عنده على ان هي الانسانية يعني مفهوم العلمانية عند الطرك غير مفهوم العلمانية عند العرب دي المشكلة احنا عندنا العلمانية في وصل الدين عن الدولة انهم عندهم العلمانية احترام الدين احترام الدولة للدين فهم ازاي فانت من هذا المفهوم ومن هذا المنطلخ تقدر تفهم هو أردوغان بيتعامل مع الشعب ازاي اعتقد ان انا كفيت هذه الشبه واستغفر الله لي ولكم وصال الله ومبارك على محمد وكل عام وانتم بخير وان شاء الله اقول لكم على شبه تانية واقول لكم على الرد بتاعها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته